قام قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية بحملات ليلية مفاجئة على مدار الأربعة أيام الماضية في بعض الأحياء بالقاهرة وفي الجيزة والقاليوبية وذلك كان لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كما تابع قطاع التفتيش مدى الالتزام بالتدائي الكيميمات الطبية وغلق المحال في المواعيد المحددة وعدم تقديم الشيشة والتباعد الاجتماعي تنفيذا لتوجهات رئيس الوزراء هذا وقد تم رصد العديد من المخالفات الخاصة بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها تقديم المقاهي والكافهات للشيشة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو الالتزام بنسبة 50% في أعداد المترددين أو الاتداد الكمامات الطبية وكذلك عدم التزام بعض الورش والمحالة التجارية بمعيد الغلق الصيفية والمعلنة من قبل الدولة ترجمة نانسي قنقر